أسفرت العمليات الأمنية المنجزة من طرف الشرطة القضائية تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني في مجال مكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية خلال الفترة الممتدة من السابع إلى السادس والعشرين من يونيو الجاري عن حجز سبعة أطنان واربعمائة وثلاثة وتمانين كيلوغراما من مخدر الحشيش ونحو كيلوغرامين ونصف من مخدر الكوكيين وجرعات من مخدر الهروين بالإضافة إلى ضبط أكثر من خمسة آلاف وثلاثمائة قرص مخدر من مختلف الأنواع وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني اليوم أن هذه العمليات الأمنية المكثفة مكنت من توقيف 218 أشخاص متورطين في قضايا ترويج المخدرات وخمسمائة وتمانية وتمانين شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكيرات بحث من أجل هذا النوع من القضايا ترجمة نانسي قنقر